نهاما بيؤكد أن الحكومة النمسوية نفذت 85% من البرنامج وأقرت 500 قانون ده طبعا تم إصداره قبل أربع أيام من الانتخابات الوطنية وفي تقرير عن أداء الحكومة خلال الخمس سنين اللي فاتت وده طبعا يعني النو هنا دي يعتبر أول حكومة تكمل فترة التشرعية من سنة تقريبا حكومة فايمن 2008 تقريبا 2008 نعم نعم فما هي قرأتك للبطن؟ طبعا يعني مثل ما قالنا أنه نهاما يؤكد أن الحكومة نفذت 85% من البرنامج صراحة كانت حكومة حافلة حافلة يعني حافلة بالأحداث ما رح أقول حافلة بالإنجازات بصراحة حافلة بالأحداث كارثة كورونا اللي مرأت أتبعها الكارثة الاقتصادية أتبعها كارثة يعني خلقون مشكلة الشرق الأوسط وما إلى ذلك مشكلة الأجانب التصاعد العنص في الكذا السن كان في كتير أحداث بصراحة يعني انفرد كارني هامر مع فيرنر كوغلر بإدارة هاي المرحلة يعني ممكن نقول عليك كمان تحديات طبعا تحديات طبعا يعني هي أحداث فرضت عليهم يعني أحداث ولحظي هنا ليست أحداث دولة أحداث عالمية صحيح يعني الحدث كورونا حدث عالمي حدث أوكرانيا حدث عالمي فهذا الأحداث أثرته فعليا وهذا كانت تحديات أي حكومة ومثل ما بقول دائما أنا بستشدعي من رفعة زيادة سيد رفعة شو بقول أنه الناخب اليوم بدأ عقب السلطة إن كانت يمين إن كانت يسار إن كانت أحمر إن كانت أزرق مين ما كان يكون وهذا هو فعليا اللي عما يصير بسبب الأحداث العالمية اللي صارت موضوع أنه لأهم الأمور واللي انتقدت فيها غرفة العمل وقالت أنه موضوع ما أتموا الأمور المتعلقة بإيجارات البيوت وتخفيف الإيجارات هذا موضوع صراحة فعلا هنا الحكومة وهذا يعتبر من أهم الأمور ما قدرت أنه فعليا تحدث فيه فرق غلاء البيوت والإيجارات كانت استمرت وما في حدا بهالسنتين الأخرانيات بيته ما رتفع على الأقل مئة يورو إلى خمسمائة يورو طبعا على هوا انواع اختلاف انواع العقود وانواع الزيادات اللي حصلت يعني من مئة وانت طالع ما في حدا إلا يصار عليه زيادة في الإيجارات فبالتالي يعني حكومة لها ما لها وعليها ما عليها ولكن أنا أرى بالمجمل أن الحكومة الحالية في خيادة تكالني هامر صراحة فينا نقول هي فعليا كانت حكومة إيجابية ومفيدة لأن نمسى نعم طبعا أعتقد يختلف ناس كتير قوي معك أكيد ممكن يختلفوا نحن نحن نحكي بلغة القرآن نعم نعم شكرا